هو علامة فريقة عند الناس اللي بتقرؤ لكن ما قرأ هو كان علامة فريقة في حياتك ما تقرأينا بقى ما كتبته كان فيها ايه ده التحف المرضية في الأخبار القدسية والأحاديث النبوية ألف ليلى وليلى دستور الجمهورية الشعبية الصينية واو رسالة بيؤراء للأشياء نعم نعم بص بص الحاجات المختلفة يعني بص تراث الموسيقى تراث الموسيقى العالمية ده عايز يقول لك مؤد ايه كان موسوعي في أفكار نعم عقيدة التوحيد في العالم المؤاصر للكاردينال كوينغ رئيس أساقفة النمس العلاج الروحي ده مثلا اعتقد ده يوسف واهبي وهو كان مهتم يعني ما اعرفش اهبش كده يوسف واهبي بيصلاح الشقرات ده القانون بتاع اتحاد الكتاب ده الكودوف كونداكت أو يعني بتاع نوبل دي النشرة تشريعية لوزارة العادة في مصر وكان عنده رقبة قوية في نوبل سيما كان بيتقى وانه زعل لما مراحتش نوبل لي وراحت لأيه ورغبة طب هقول لحضرتين خلينا اتهم ان ده ده طبعا اصل انواع شارلز ديكنز داربود سوري داربود ده مثلا احياء علوم الدين امام الغزالي رفع الاسر عن قضاط مصر العسقلاني يعني دي النوعية ثقافة موسوعية فيها من كل جستان زهر طب لو احنا وفيد هنا انا حابب برضو ان انا اشاركك في حاجة طبعا هنا ده جزء بسيط من ده بقى الاهداءات من تلاميذ ومن ناسه بس شوف الباترن او النمط يعني في الاهداءات اللي كانوا بيهديها له الناس والله أستاذ مستفى محمود طبعا او دكتور الى زعيم الفن توفيق الحكيم سريعا بقى القاتل خارج السجن ده أستاذ محمد سلماوي الى صائغ المصرح المصري وصنعه الأستاذ الكبير توفيق الحكيم أستاذ محمد سلماوي ده فيه بينكو صلة عائلية كبير نعم طبعا أستاذ صلوة أموازة أمواج ولا شاطئ الى أستاذ رائد الفن الأدبي العربي توفيق بيك الحكيم تحية حب وإجلال تقدير ومحبة من الجميع أستاذ يوسف إدريس الى أستاذي الذي أقف عاجزا أمام عبقرياته الى الفنان الكبير توفيق الحكيم من تلميذ ومعجب ومحب دكتور زكي نجيب محمود تجديد الفكرة العرب طبعا ده أستاذنا الى أديبانا كبير لأستاذ توفيق الحكيم موادى وادى طبعا ده القمس زكريا بطرس معالم الطريق الروحي الى رائد الأدب الفنان الأستاذ توفيق الحكيم الرب يحفظ حياتك لمجده الله سوري يا ناسف يعني إذا نعلقة مع كل الناس نعم دكتور فرق فودة يعني من الحاجات اللي بحبها الى الأستاذ الكبير معاطي بالتمانيات واستكمال للحوار حول العلمانيات هنا بعيت له الكارت بيقول له يا الأستاذ الكبير توفيق الحكيم على يدك تعلمنا كيف نفكر ومن خلال مواقفك الفكرية السياسية تكونت أغلب خلفيات هذا الكتاب أرجو أن تجب بين سطوره ردا على دعاة الجهل والتجاهل وما أكثرهم في هذا الزمن الردي بس أكثرهم بقى محبة إلى قلبي وفيهم حاجة حلوة جدا طبعا أستاذنا الأستاذ هيكل العظيم أستاذ هيكل هنا هما كانت كمان بقيت له كتابين طري فيهم حاجة بملاسبة عودة الوعي طبعا هو من 74 من عودة هما كانوا أصدقاء جدا طبعا ويعني علاقة سمية جدا يعني أستاذين يعني عظيمين طبعا طبعا من 74 حتى 84 اللي بقيت له كتابين العلاقة متوترة شوي بعد عودة الوعي فمثلا بين الصحافة والسياسة دعا في 84 كتب له الإهداء إيه إلى التوفيق الحكيم قد تعرض هذه الصفحات عليك صورة أخرى مع كل الحب شوي فيه كده كان لسه في بتاعه ثم هنا ده عودة آية والله عودة آية والله اللي كتب له ستة وتمانين عادت كما كانت نعم إلى آية الله الحكيم من صديقه وقديم 1900 سنة وتمانين الله لا لا أستاذ هيكل يعني منغشات الكبار اللي كل كلمة فيها محسوبة لا بسأل اللي أمامني هنا جدا إن عودة المواد ده بقى والمحبة خلاص ما بينهم يعني مهما اختلفوا فكريا هما الاتنين كانوا بالضبط كانت الموضوع بالنسبة لهم أفكار وليست أشخاص نعم احنا اختلفنا حوالين الفكرة في هذا الشخص وإن كان دعم جمال عبد الناصر أو حتى البعد عنه شوية وعن أفكاره الاتنين من حق كل شخصة حتى يزيل محظة يعني بلا شك ذهب بلا شكرا للمشاهدة